نادي الاهلي بنسبة تتخطط 90% واكتر شويتين تلاتة خلص صفقة زين الدين بالعيد اللاعب الجزائري الرائع جدا مدافع اتحاد العاصمة تعالى اقول لك كل التفاصيل يلا بنا زين الدين بالعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري اتم اتفاقه مع النادي الاهلي الانضمام الى صفوفه بداية من الموسم المقبل حيث قام اللاعب بتوقيع رغبة انضمام الى القلع الحمراء وقام بارسالها الى ناديه الجزائري للتأكد على رغبته في اللاعب للنادي الاهلي هناك اتصالات هاتفية جمعت بين اللاعب الجزائري وامير توفيق القائم بعمل المدير التنفيذ لشركة كرة القدم بالنادي الاهلي الاتفاق على كل او كافة تفاصيل الصفقة على ان يحضر اللاعب الى القاهرة بعد ايد الاضحى المبارك من اجل اجراء الكشف الطب عليه واعلان اتمام التعاقد معه بشكل رسمي هدية العيد من النادي الاهلي الجمعين للنادي الاهلي امير توفيق اكد اكد لللاعب ان كل شيء متعلق بالصفقة مرهون ايضا باكتياز اللاعب للكشف الطب في القاهرة كما قام امير توفيق بابلاغ مارسالكولر المدير الفني بحسم الصفقة تماما وهو ما اسعد المدرب السويسري معجب بيه جدا مارسالكولر الصفقة كلفت النادي الاهلي ما يعادل 750 الف دولار كما ان مدة عقد اللاعب ستكون اربع مواسم قابلة للتمديد لموسم اضافي حيث سيحصل اللاعب على راتب 500 الف دولار في اول موسم تتصعد 100 الف كل موسم ليحصل في الموسم الاخير على 800 الف دولار صفقة مهمة جدا ولاعب مهمة جدا ورائع جدا وامكانياته كبيرة جدا جدا صفقة مكسب كبير للنادي الاهلي بصراحة يا مدافع تيل اوي اوي